تعالوا بقى يا حبيبي نبدأ نشوف بعض مواطن الجمال الموجودة معنا في الحديث وزي ما اتفقنا في النص السابق ان مواطن الجمال بنحاول ناخدها بنوع من الفهم ليس بدرجة من الحفظ ولكن احنا بنفهم الصياق وبنقدر نستخرج مواطن الجمال بكل سهولة طيب انكم ستفتحون أرضا بالطبع الجملة دي معايا اكتر من شيء ممكن اقدر اوضحه طيب اول نقطة واخد كلنا اخدنا بالنا ان الجملة بتبدأ بانكم هنا اسلوب مؤكد بان احسنتم طيب يبقى اول نقطة ان ده اسلوب مؤكد بان وده من اساليب التوكيد طيب ستفتحون أرضا هنا السين للمستقبل القريب زي ما اتفقنا طيب يبقى اذا هنا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بفتح مصر طيب وهنا دي معجزة لماذا؟ لانه هنا اخبار بشيء غيبي حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انكم ستفتحون أرضا اسلوب مؤكد بان وبشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة استوصوا باهلها خيرا طبعا هنا عندي اكتر من نقطة النقطة الاولى والاهم ان الاسلوب هنا بدأ باسلوب امر وكلمة استوصوا كلمة استوصوا اسلوب امر واجب التنفيذ ايضا في نقطة مهمة جدا لازم نخبرنا منها باهلها خيرا دايما نلاحظ ان تقديم الجر والمجرور يفيد التخصيص والتوكيد يبقى تقديم الجر والمجرور باهلها يفيد التوكيد وده دليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مصر وكلمة خيرا نلاحظ انها نكرة وسبق وقلنا ان النكرة ممكن تفيد العموم والشمول وممكن تفيد التعظيم او التحقير بالطبع حسب السياق وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا باهل مصر خيرا اي نوع من انواع الخير اي خير يبقى اذا كلمة خيرا هنا نكرة للعموم والشمول لكل انواع الخير فان لهم زمة ورحما بالطبع اسلوب مؤكد بان فان وايضا هناك تقديم للجر والمجرور فان لهم زمة ورحما وهنا عطف بين الزمة والرحم وده يدل على العلاقة القوية بين الحق والمشاعر الانسانية وضرورة الجمع بينهما في العلاقات التي تربط بين الناس تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر